بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم تتم لموضوع القيء المستمر بعد تناول الطعام اللي تحدثنا عن أسبابه وكيفية تشخيصه ومثل ما وعدناكم رح نتحدث اليوم عن أمراض ومشكلات الجهاز الهضمي التي تسبب القيء المستمر وما هي الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب سنبدأ بأمراض ومشكلات الجهاز الهضمي والتي تسبب القيء المستمر إن الإصابة بأي أمراض متعلقة بالجهاز الهضمي غالبا هي سبب رئيس للغتيان والقيء بعد تناول الطعام وإليك بعض أمراض الجهاز الهضمي التي تصنف ضمن قائمة أسباب القيء المستمر بعد تناول الطعام أولا الارتجاع المريئي ويحدث الارتجاع المريئي نتيجة ضعف العضلات المتواجدة بين أسفل المريء والمعدة مما يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى الأعلى وصولا إلى الحلق ومن الممكن في الحالات المتقدمة من المرض أن يكون الارتجاع المريئي سببا من أسباب القيء المستمر بعد الأكل وبالطبع فإن مراجعة الطبيب ضرورية في حال حدوث ذلك ثانيا التهاب المعدة التهاب المعدة هو حدوث التهاب وتهيج في بطانة المعدة ويحدث بسبب الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية أو بسبب ارتجاع العصارة الصفراوية أو العدوى إن الغثيان والقيء المستمر بعد الأكل أحد أولى أعراض التهاب المعدة بالإضافة إلى الأعراض الآتية انتفاخ البطن والآلام وعصر الهضم وفقدان الشهية والحازوقة المستمرة أيضا من الأمراض المتعلقة بالقيء المستمر بعد الأكل هي ثالثا قرحة المعدة قرحة المعدة هي سبب من أسباب القيء المستمر بعد الأكل أيضا وتعني وجود تقرحات في بطانة المعدة إن أسباب قرحة المعدة كثيرة منها الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية أو تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى الغثيان والقيء الذي يكون دمويا في الغالب وتشمل أعراض القرحة على الآتي حرقة المعدة الدائمة وعصر الهضم وحرقة في القلب رابعا أمراض الكبد والمرارة إن المرارة مسؤولة عن إفراز العصارة الصفراوية التي تعمل على هضم الدهون وبالتالي فإن حدوث أي التهابات أو أمراض في الكبد والمرارة قد يكون سببا من أسباب القيء بعد الأكل غالبا ما يكون القيء الناتج عن حدوث أمراض الكبد والمرارة يكون قيءا أصفر اللون خامسا أمراض البنكرياس في حال تعرض البنكرياس إلى الالتهاب أو أمراض فإن عملية الهضم ستتأثر لأن البنكرياس أحد العضاء المسؤولة عن إفراز بعض الأنزيمات للهضم وبالتالي فإن حدوث أي اضطراب فيه سيؤدي إلى الغثيان والقيء المستمر بعد الأكل والآن السؤال متى يجب مراجعة الطبيب يجب مراجعة الطبيب لمعرفة أسباب القيء المستمر بعد الأكل في حال تواجد الآتي حالات التي تستدعي مراجعة الطبيب وهي ظهور أعراض الجفاف عند المريض وخاصة في حال تزامن القيء مع الإسهال أيضا القيء الدموي أيضا صداع الرأس وتشنج العنق أيضا التعب العام وفقدان التركيز أيضا آلام شديدة في البطن وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير وتسارع نبض القلب ومعدل التنفس مع تمنياتنا لجميع بدوام الصحة والعافية حبيبنا ما هو رأيكم التعليق على هذا الموضوع؟ إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار اعتفاع لكم ثقتكم بنا كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته